السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي شهيوات ومنزار بوتيت كوزين اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطلبية دل واحد جوج طورتات كنتمنى انه مينالو الاعجاب دلكم وتجربوهم علاش الله ما تنسونيش من التعليق دلكم محفزة بارتاجي ولي الفيديو من الاحباب والاصطيقاء وفي مواقع التواصل واللي ما زال ما مشتركاش تشترك معي في القناة فضلا وليس امرا واسفعل زر الجرس باش يبقى يوصل لها الجديد دلي ان شاء الله اليوم الفيديو دينا غايكون مفيد جدا في بزاف دي الوصفات اللي مفيدين كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديلكم وتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر اول حاجة اللي بناس غادي نحضرها هي الكريمة الكريمة ديجا حضرت معكم في فيديو سابق ولكن اليوم غادي ندروها بنوع اخر دي الشوكولاتة اللي خمسة وخمسين في المئة ديال خمسة وخمسين في المئة ديال كاكاو خليها بنوعا PLAY يعني غا نحتاجوا ميتين غرام ديال شوكولاتة للليتر ديال الحليب اه وكتكون انك هاديا هاد الكريمة لديدة بزاف اه وغادي نقول لكم التفاصيل ديال اهنايا خديت ميتين غرام ديال الخمسة وخمسين في المئة ديال كاكاو اه خديت معه ميتين ميتين غرام ديال الكريمة سخنتها ميتين غرام خديتها من هادك ليتر ديال الكريمة سخنتها غليها غير كنسخنها كتسخن مزيد نضيفها كسباتل 800 مليلي لتر الكريمة تضيف نضيفها 1 شوكولاتة لنا دخل الكمية كاملة في هذا الخالي تضيف الشوكولاتة كسب الكلية نضيفها في شوكولاتة كريمة 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 نتمنى انكم تكونوا فهمتوني هكي باش نقص علي الوقت ديال الخدمة وفي نفس الوقت حتى الترطة يعني كتتشرب مزيان وكتعطيها المماليها رطبة وكتكون زوينة في المعداق صاف الكريمة ديالي بعد مما طلعت كتكون على هذه الشكل هادا قد نحطها جانب ونبدأ المونطيف الحلوى ديالي بالنسبة الجين وازل بناترا هي اللي حتر سمعكم في الفيديو السابق انا غادي نحطها لكم في صندوق الوصف في الرابط في صندوق الوصف ودوزوا يعني شوفوا الوصفة ديال الجين وازل الجين وازل بالكاكاو اللي كتكون ناج حميئة بالمئة وكيف كتلاحبوا معيش فراها كتشرب هادا السوائل اللي كتديروا فيها كلهم كتشربهم ففوستن بدا نديرها كطبقة مل الكريمة وكنكمل طبقة جين وازل كنسقي بالحليب مع الحليب مركز محلة دائما هاد القادية كنقولها كتزيد نيلة الدلت ورطات ديالي وما كيجيوش حلوين بزا في صراحة يعني كتجي الحلاوات ديالهم معتدلة دائما كنخلط الحليب مع الحليب مركز محلة انا درت نسيطر الحليب كندير مع اربعات المعالقة ديال الحليب مركز محلة انا درت طبقة من الكريمة ديال الشوكولاتة ودرت هنا البيبيت شوكولاتة يعني هكا باش الناس من يكونوا كياكروا هتجيو معاحد واحد القرمشة هي ماشي قرمشة ولكن يعني كتجي شي حاجة اللي مشير طبع شي حاجة يستكون طرطة اللي كتكون مشير طبع يعني انا هنا الطلبية ديالي مواليها مطلبوش ان يكونوا فيها يعني طبقة مقرمشة ولهذا يعني بغاوا طرطة كيف ما حد درسها لهم المرة اللي من قبل بغاوها حتى هاد المرة هدي اه فكنت يعني محتار مع الطلب ديالهم صافي كيف كتشوفو كمقام استمره بنفس طريقة البناز واحد البنت قلت لي اه اه علش واش بدق واش دروري نستعمل هاد هاد ماتشي قلو لي هاد 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 ماتشي قلو لي هاد هاد اللي شادة اني في الدبحة السباسلو هي مربع هدي البناز هي الدور دياله فقط انها كتخلي هديك الكريمة كتجي متساوية وتيجيوك الطبقات يعني بحل بحل الجنواز بحل الكريمة يجيوك مقهة الدين صافي هنا الجنواز ديال اللي كتكون عن الوجه دائما كنقلبوها في الدينة كنسقيوها من هدك الداخل دياله عاد كنقلبوها على الطرطة عاد كنسقيوها من الدهار دياله لانها كتكون شوية قاسحة يعني ماشي بحل الوسط ديال الجنواز لانها هي اللي كانت في وجه العافية ايو صافي هالبناز صافي تنبقى مستمر بنفس الطريقة داروري من الفينيسيون كيف ما كنقلكم دائما راهي لك انتي غير في دارك مع ولداتك عيانة مقادرش تصوبير غير خربقي وحطي ما كنتي شي مشكلة ولا دك هدك قابلين عليك ولكن شي حاجة ديال البيع داروري ان كنت في نيوها مزيان صافي هنا دوز تسكن مجناب وكن حيض الاطار ديالي علشان انا كنستعمل ذاك سبات ولا البناز شوفوا معايا دائما طبقات الكريمة تيجيو متساويين وانا ما كنعبرش الكريمة ديليش حلق ندير في هالطبقة وش حلق ندير في الطبقة ولكن راك ندير طبقات اللي متساويين غير عيني ميزاني صافي هنا قدي ناخد الكريمة وقدي نبدأ نملس الجوانب نضيف لهم هك الكريمة في الجناب حتى قدي نكمل بنفس الطريقة حتى نكملها كاملة نغلف لها الجوانب ديالها في الاول كندير الكريمة بهاديك السباتولة الصغيرة ولكن مني كنبغين فيني كنفيني بهذا الطويلة لانا بصراحة انا كنجيني هدي عملية على هديك الصغيرة اغلبية للاخوات يعني كي فيني وبهاديك ديال بلاستيك ولكن انا مك يعجنيش فينيسيون ديالها فسنفضلنا نفيني بهدي ديال الالمينيوم الفينيسيون ديال الصراحة زوين بزب ولكن كنزب غير خاطر باش هكت فيني الطرطة ديالك على حقها وطريقة ساعة في البناز انا كنبقى مستمرة بها الطريقة حتى غادي نكمل هاد الفينيسيون ديال طرطة كاملة بانت لي اشي تقعيبة كننغلفها بان لي اشي عيب كنقادو بانو لي الحاوف ممقاددينش كنقادو وكنبقى مستمرة حتى كنكمل ودائما في الاخير يعني ديك الجوانب اللي كيبقى وطالعين كناخد السباتولة ديالي داروري نحيدو هدي الكريمة اللي في جناب الوسط من جناب الوسط ونمسحوها داروري يعني نمسحوها ف الجنب ديال هديك البول اللي فيها الكريمة او لاتاخدو شي منديل او لهادو سبقى سمسحو به هاد الفينيسيون ديالكم مل احسن انكم تحيدوا من الكريمة واسمسحوه في شي منديل يكون يكون مينديل يعني فازق شوية باش هكت تتنقى وستتسفيني لكم احسن واحسن شوفونا هنا راني في الاخير صافي بديس كان نزبلها شوف كندور طرص تنضربها بسباسوية سنطير منها واحد الجن يو ضروري شوية الاغلاط ضروري حتى شي واحد ما تتعلم بالاغلاط ضروري انسان تيتعلم هو تيغلط و تيتعلم و هي غادة يعني شوفوا معي هنا بعد ما فينيت الترطة ديالي كاملة يعني هاد الحواف اللي في الفوق مركزش عليهم مزيان لان ما يبقاوش عريانين غادي ندرقوهم بالقانش دي الشوكولاتة فانتو ملكتو غا تخليو الطرطة ديالهم غير هاكاك ما غا تخلفوها جمازال بالشوكولات و غادي ديالها غا شي تزين خفيف ضروري انكم تفينيوها مزيان هنا ديز الطرطة الثانية هادي الجينواز اللي قسمتها معاكم في الطريقة باش قسمتها رأى في الفيديو السابق ديالجينواز باش تخرج ليه الطرطة هاكا كيلو نص حتى جوش كيلو اه حطيت الجينواز ديالي زقيتها كدريك بحليب معا حليب مركز محلة درس كريمة ديال الشوكولاتة هنا السبليونيين والاسبانيون للي الشي يقولو لهم هادي طرطة اللي كتكون مخلطة بالناطا يعني بالكريمة السائلة اللي كيكون فيها الشوكولاتة كريمة الشوكولاتة كيف كيقولوهوهما معا الكريم باتيسري كي حماقوا عليها اكدعجبهم بزف و يجوني الطالبية ديالها يعني يجوني الطالبية ديالها اه كي بغيو الطرطة يكون مخلطة اه بحال هنا انا درت كريم باتيسري اه درت فيها سافار البيض راضيجة احت درسها معاكم من قبل يعني اه ثلاثة ديه سافارة البيض مع اربعة المعاقة ديه السكر مع ثلاثة معلقة النشاء او مع مرين شمسيين اه شوية ديال سكر الفانيلا و نستطر و ديال الحليب نخلطوها الشي كامل نحطوه فوق نار على عفيا ميلا حتك هي ابدا يتقال و انكم تخليوها تبرد عادة تستعملوها هنا باش ميك تدوبش لكم هذيك الطابقة ديال الكريمة وهنا غادي ندير فوق منهم شوية ديال بيبي تشوك وراء عادة غادي نكمن المونتاج ديال الحلوى يبكت لكم يعني هم تيحماقوا هكا للطرطات التي يكونوا فيهم واحد طابقات ديال الكريم باتيسري وما كريم باتيسري عندهم مش حاجات تعجبهم بساف فالهدا انا كنحترم الطلب ديالهم و الرأي ديالهم صافي هنا كنناخد الكريم و كنعمر هذوك الجوانب اللي كيكونوا كيبنوا ليخاوين عاد غادي ندلي هالفينيسيوم الفوق بالكريمة و صدقوني البنات هذي الجينواز هذي رح كتجيب حل لك التكلف القطن إذا ما البنات اللي كيبيعوا ما يعني ما عندهم شي جينواز اللي اللي ما كيعطيوها هم مرتاحينش حاولوا انكم بتديرو هالجينواز رها كتجي رائعة رائعة جدا و كتجير طبعا بزاف يعني حتي اللي عطيتو هالكليين ديالكم عارفوا بأنكم عطيتو شي حاجة اللي زوينة و غز حمر لكم وجهكم والحمد لله انا البناس هتطالبات اللي كنخدم كاملين رح هم مع نفس الاشخاصين نفس الاشخاص اللي كيديوه من عندي كيعاودوا يرجعوا يديوه من عندي اه كيف قلت لكم انا يالله ابديس بقى متعرفتش عند بزاف ديال الناس اه والحمد لله هذا فضل منفط الله يعني الناس اللي كنتعامل معهم هما نفسهم كيعاودوا يرجعوا ياخدوا ياخدوا حاجة اخرى صافيه هنا يكن فيني الترطة ديالي كيف كتشوفه معايا كنحاول اني نقادلها الوجه ديالها ونقادلها كي لبنت لي شي تقعيبة كنعمرها وضروري كننركز على الحواف ديال الترطة حيث هما كل شي ضروري انها هتكون فيني يوم قاعدة صافينا كناخد واحد المنديل اللي كنفزتو شوية من الراس دياله وكنمسح به هادك البلاد يالي هنا بعد ما فينيتهم حطيتهم في تلاجة انا هنا تلاجة عندي خاوية ما في هاشي حاجة اللي غات يشربوا من هالريحة ولكن رغم ذلك قدرت هذيك زليفة فيها السائل ديال الفانيلا باش هكتتلق الريحة في تلاجة ومكتخليش هذيك حلوة تشرب لك غير هذيك الريحة تلاجة كيف كتكم انا عندي تلاجة كنخويها ما كنخلي فيها والو باش الطورتات مكيشربوش ليشي ريحة ديل الفلفلا متالين او لا ديل شي حاجة انت يحطها في تلاجة او لا او لا بالنسبة لهاد القانا الشوكولاتة اه هو عبارة على ميات قرام ديال الشوكولات مع ميات قرام ديال كريمة السائلة انا ما حضرتوش معاكم البنات لانه ضيجة كنت محضر واحد الكمية كبيرة كانت عندي في تلاجة تكشيراش ما كيلاش اني نغنوض نحضر معاكم محدى اخر جديد وانا عندي هذيك نخليه يضيع اه يعني انا هناي في هالطورتات بجوج استهلكت ميتين جرام ديال الشوكولات مع ميتين جرام ديال كريمة يعني بحلة كله وحده اخداتي ميتة جرام شوكولات وميتة جرام كريمة اه انتوما تقدروا تديروا غير خمسين جرام شوكولات وخمسين جرام كريمة راها كدير لكم هالدميعات وتغلف لكم الطورتة من الفوق اه الي كانت صغيرا انا درت معاكم بالملعقة وهنا غاندير معاكم بالقرعة انا بصراحة سنفضل اني خدم بالملعقة حيس كنت تحكم فيها هاد القرعة مكن تحكمش فيها مزيان لانها كبيرة بقا ما شريتش هديك الصغيرة اللي انقدر نتحكم فيها هادي كبيرة متنتحكمش فيها مزيان وبحلة كتدرق ليه عينية معايا كبيرة بزاك خاصني بقا نعوج راسي باش نشوف هادوك الدميعات واش هابطين واش طالعين واش واش هادي الطرطة الثانية هي درت لها الدميعات لان الطالبي يعني متشابه مع بعضياتها هادو الطالبيات غير دي الجيراني وملي طالبين هاد طالبيات هادي اه درت لها هكا تهيال الكريمات الشكراتة من وجهه خليتهم بردوا في تلاجة وقديندوزوا لتزيين هنالبناس انا را طربت كمية خروم للكريمة يعني طربت قريبا اه اكثر من السيتروس قريبا واحد اه سمية سمية لتر اللي اللي طربت دي الكريمة اخرى سهي درت لها نفس العملية دي الشوكولاتة درت لها اه شكولات يعني طربت في نفس الطريقة باش مما درس هديك الاولى وقدر ساف واحد البوش باش غدي نزيين بيها ولكن راشط لي منها واحد شوية يعني هاد طرطة تبجوج خداوا مني تقريبا جوج يترو دي الكريمة لان هادي فيها فيها جوج كيلو هاد طرطة هاد فيها جوج كيلو وسبعمية جرام والطرطة الاخرى كنت معولة عليها غتكون فيها غير كيلو ونص دقات فيها جوج كيلو ومئتين جرام لان فيها كريمة باتيسري بتتكون شوية تقيلة سافي هنا يبعد ما درس هدوك وريضات في الجناب بالكريمة راكم مشتوني بحالش درسو معني كتبقى وغادين بالبوش بحالك تدير وريضة على وريضة وهناي اخديت الشوكولاتة البيضاء دوبتها وصرحتها انسيت صراحة ما صورت عش معاكم مرة اخرى ان شاء الله نصور معاكم الطريقة اه اخديت الشوكولاتة البيضاء دوبتها وصرحتها على واحد الورقة دي السبدة بسباتولة وشديت الموس بحال ندرت راسيك نقطع هذيك الشوكولاتة على شكل مربعات او مستطيلات هي مني كتنشف كتعطيك هذك الشكل دي المربعات او مستطيلات سافي ودوبت الشوكولاتة السوداء وكتبت عليها خليتها حتى تنشفات هذيك البلاك هذي الشوكولاتة بيضاء وكتبت عليها هذك الشي اللي مطلب مني انني نكسبوه سافي هنا وبديت كنزين هنا بحليوات وذك الشي يعني ذك الشي كي بقى الاختيار ديلكم انتو ما وعلى حسب انتو ما شنو بغيتو تسع تولي الكليان هنا غادي ندوز باش نزين الطرطات ثانية هذي ما غندرش لي هالوريدات هذو كلي وحدة ميلة على وحدة هذي غندر وريدات هك اللي كيجوا يعني كيجوا عاليين سافي بهاد الشكل هادا انتو ما البوش ديلكم تتحك مفارة تدرو بها اللي بغيتو ممكن تخرجوا هاد البوش واحدة ممكن تخرجوا منها العجب ديال تشكيل الورود انا فضلت هنا يعني ندير هاد الوريدات هكا عالي باما انها هي صغيرة باش تجيت بان عالية وحتى هي نفس نفس الشي يعني انا انا يعني اتعمت انني ندير ليوم هاد البلاكات هدو بحكم انها ورس سنواتا يعني كتكون شي حاجة مميزة هاد العويدات ديال الشوك ندرقهم هكا بالكريمة باش مكيبقاوش يبانو هاداك الحيب وسنبدو نزيينو هكا بحليوات بسكوية يعني انتو ما تبقى تزيين ديالكم على حسب الرغبة وما غاديش ننسى انني ندكر معاكم الاتمينة بالنسبة الاتمينة البنت هاد الطرطة هاد صغيرة هادي خمسة وعشرين اورو وهاديك الكبيرة تنين وثلاثين اورو لانها فيها فيها جوج كيلو فيها جوج كيلو وسبعمائة جرام غادة لثمانمائة جرام يعني بعتها بثلاثين اورو وهادي صغيرة فيها جوج كيلو ومائتين جرام بعتها بخمسة وعشرين اورو فكيكون هدا هو الشكل النهائي ديال الطرطة ديالي كنتمنى انه هنا الاعجاب ديالكم وتجربوهم بالنسبة الابنات اللي كيبغو يبيعو ما كيبيعوش بالكيلو غاز بقاو تاخدو المقادر ديالكم دك الشي اللي خسرتو على الطرطة اضربوه في ثلاثة هداك هو ثمن البيع البنات اللي في اوروبا